اهلا بكم من جديد اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن ابرز نتائج المكاتب التمثيلية خلال الربع الاول من العام 2019 والتي تلخصت في ان المكتب التمثيلي في المانيا شهد زيادة في مبيعات وكالات السفر المروجة بنسبة 59% وزيادة في عدد الرحلات السياحية بنسبة 17% كما ارتفع اجمالي الوافدين بنسبة 32% وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي كما شهد المكتب التمثيلي الهندي زيادة في مبيعات وكالات السفر المروجة بنسبة 690% وزيادة في عدد الرحلات السياحية بنسبة 3% كما ارتفع اجمالي الوافدين بنسبة 32% وقال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة ان ازدهار نتائج المكاتب التمثيلية الدولية يرجع في المقام الأول إلى الحملات الترويجية المكثفة التي تنظمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض على مدار العام والتي نجم عنها شراكات مثمرة مع عدد من الشركات السياحية الرائدة تامحورت حول تسيير المزيد من الوفود السياحية إلى مملكة البحرين أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن حصولها على جائزة الميدالية الذهبية لعام 2019 المقدمة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث روسبا وذلك تقديرا لجهودها وممارساتها المتميزة في تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا تيم موري أن هذا التكريم يؤكد على المسئولية القصوى تجاه تطبيق أفضل معايير السلامة على مدى السنوات وأنهم يتطلعون للحفاظ على هذا الزخم من الالتزام بالسلامة وخصوصا مع توجههم لأن يصبحوا أكبر مصهر في العالم مع إكمال تشغيل مشروع الشركة الحيوي مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بتاريخ 31 يوليو 2019 والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى 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 نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة نصف نقطة مئوية مقفلا عند مستوى 1462 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 6.910.000 سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليونين و129.000 دينار تم تنفيذها من خلال 120 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 8649 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.59% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلقت عند مستوى 2623 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.62% اما سوق مسقط للأوراق المالية فقد اغلقت عند مستوى 3890 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.52% وقعت اكوا باور السعودية اتفاقية مع صندوق طريق الحرير ليكون شريكا ومساهما في شركة اكوا باور للطاقة المتجددة القابضة المحدودة وستكون حصة صندوق الحرير من الشركة حسب الاتفاقية 49% وتخضع الاتفاقية للموافقات والتصاريح المتعارف عليها وقال بادي بادي منثان الرئيس التنفيذي لشركة اكوا باور ان هذا التعاون يعد بمثابة صورة عن العلاقات القوية والاستراتيجية بين السعودية والصين التي تزداد متانة كل عام ويشار الى ان اكوا باور كانت قد شاركت صندوق طريق الحرير في استثمار مشروعين بدولة الامارات العربية المتحدة وضم التعاون تطوير وبناء محطة كهرباء الحصيان لتوليد الطاقة المتجددة بالفحم النظيف بقدرة 2400 ميجاوات اقر البرلمان المصري اكبر موازنة في تاريخ البلاد ستبدأ الحكومة المصرية تنفيذها ابتداء من يوليو المقبل وفق ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية المحلية واضح المصدر ان حجم مصروفات موازنة العام المالي 2019-2020 يصل الى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة الماضية وذلك نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي ولفت وزير المالية محمد معيط الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة اذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة واصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الانفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة وتشديد اجراءات الرقابة على عمليات الانفاق العام المشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تقنية فيزا للمصادقة المتقدمة تساعد المؤسسات المالية في تجنب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويا جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب هجومه على البنك المركزي معتبرا ان تردده في خفض معدلات الفائدة يعرقل تحسن الاقتصاد وترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي دون تغيير الاسبوع الماضي لكنه اشار الى امكان خفضه قريبا في حال تراجع التوقعات الاقتصادية وقال ترامب عبر تويتر انه رغم ان الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ماذا يفعل الا انه في طريقه نحو الافضل مؤكدا ان خفض معدلات الفائدة كان من شأنه ان يدفع النمو نحو نسبة 5% احرز قادة رابطة دول جنوب شرقي اسيا اسيا المجتمعون في بانكوكتا قدما بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحر اقترحته بكين ويشمل 16 دولة من اسيا والمحيط الهادي املينا باتمامه اواخر العام 2019 ما يعني ان اكبر اتفاق تجاري في العالم ينضي قدما بعيدا عن الولايات المتحدة واعلن رئيس الوزراء التايلندي برايوت شان اوشا في مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة انه على دول اسيا العمل يدا بيد في المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة للتمكن من اتمامه هذا العام والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية كشفت شركة فيزا العالمية النقاب عن نتائج تحليلات تظهر بان تقنية فيزا للمصادقة المتقدمة التي تسخر امكانات الذكاء الاصطناعي ساعدت المؤسسات المالية في تجنب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويا الامر الذي ساهم بتوفير نظام مدفوعات عالمي اكثر امانا لتجار التجزئة والمستهلكين على حد السواء وتعتبر تقنية فيزا للمصادقة المتقدمة بمثابة اداة شاملة لادارة المخاطر ترصد اجراءات المصادقة التي تخطع لها عمليات الدفع عبر شبكة المدفوعات العالمية فيزا نت بشكل لحظي وتعمل على تقييمها لتمكين المؤسسات المالية من التعرف على مخاطر الاحتيال وتوجهاته اثناء اجراء عملية المدفوعات والاستجابة لها بكفاءة